ورحب سيدة الواق دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق مساء الخير فندي اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك دكتور نصر المعنى مختلف الاحساس مختلف بيوم الشهيد عند رجال قاتل مسلح ما فيه شك يعني هذا اليوم احنا مش بنكرم فيه الشهيد ولا بنكرم عنه لان بعد اللي كرمهم ربنا سبحانه وتعالى وقالوا لا تحسبن الذين قتلوا في تبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يجزكون ولا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الشهيد اللي يرى مقعده من الجنة مع سقوط اول قطرة من دم اذا دولي كرموا من فوق سبع سماوات اعظم سكرين فبا احنا بنكرم احبيهم بنعملهم ايه فاحنا اللي بنحتمل بيهم الشهيد هو من يقدم او يحمي وطنه وهو في الدار الدنيا وايضا وفي الدار الاخرة في الدنيا يدافع عن وطنه بنفسه وبجسمه وبحياته وفي الدار الاخرة يرسل برسالة ردع الى اعداؤه ان انا امة شهداء وهنا حتة رسالة الردع دي مهمة جدا يعني هي نفس الرسالة اللي ارسل بيها خالد بن الوليد رضي الله عنه منذ اربعة عشر قرن من الزمان لكسرة فارس لما كان بيفتود جيش المسلمين عشان يفتع بلاد الفرس فرد او بعث له كسرة فارس يقول له ارجع يا خالد فاني ملاقيك بجيش اوله عندك واثره عندي فرد عليه خالد بن الوليد قال له وانا اولا فيك برجال يحرصون على الموت حرصك على الحياة نفس الرسالة احنا بنبعثها لما بنقول للعالم كله والكل اللي بيفقنا ان يهدد امننا يهدد طرابنا يهدد مصالحنا نعم امة شهداء نتسابق الشهادة ولا نرضى ابدا للنصر او للحرية او للكرامة بديلا حياة اي وحدنا ارخص من اي ضر التراب احنا ندوس عليها برجلين ربنا يحفظ مصر دايما يا فندم ويحفظ قواتنا المسلح يا رب ويحميهم شكورك فاني شكورك دكتور